اشتركوا في القناة اقرأ هذه التعليمات أو التوجيهات أو الإرشادات بصمت وواجب عن هذه الأسئلة هاو ثيك او زا بلغز بلغز هنا بمعنى الفشر بتاع المصمار تمام؟ الفشر بتاع المصمار بيقولي هاو ثيك يعني العمك بتاعه او السمك بتاعه هاو ثيك نقرأ مع بعض ونشوف الإجابة هل تحب ان تعلق رفة مثلا؟ تمام؟ هذه هي التعليمات هذه هي التوجيهات تعالوا مع بعض نشوف بيقول لي نمبر وان نمبر وان هنلاقيها في الشكل ده نمبر وان اول حاجة احنا قطعنا اهو تمام؟ ده الرف بنحط عليه الابعاد اللي هو قال عليه القطع المصملا الأول 1 Bridge الخط الطويل ده كده طول بتاعه 1 meter والعرض والصمك العرض بتاعه هايبقى ماتين مم نكتب ماتين مم ونكتب السمك بتاعه كام؟ 20 مم ونمبر ونمبر دو يقول لي ويقوم برينج براكتس براكتس ده اللي هما الزواية دي شايفين دي؟ دي بنسمي عليه ايه؟ براكتس تمام؟ هاد الزواية دي كده تمام؟ احضرهم يعني اشتريهم سكروز ان بلاكس وهاد مسامير وفيشر ادي المصور وده بيسميه البلاكس أو الفيشر تمام؟ برينج براكتس سكروز ان بلاكس واحد بس من الزراع بداعات البلاكت دي طوله هيبقى 200 مليمتر لونج و المصور بيبقى طوله 150 مليمتر لونج يبقى اللونج بتاع 150 مليمتر سكروز ان بلاكس 40 مليمتر لونج المصور بيبقى طوله 40 مليمتر and 6 مليمتر thick والعمق يعني 6 مليمتر طبعا هنا السؤال ما كانش ثك بتاع المصور بتاع البلاكس بتاع الفيشر خلاص فما قيل لي ايه the blocks the blocks are slightly bigger يعني اكبر بشوية than the screws اكبر بشوية والسكروز 6 مليمتر فيبقى هيكون هو كام 8 مليمتر 8 مليمتر خلاص ده number two واحنا خلينا ده number two اللي احنا جيبنا هو brackets وناخد ابعادها من هنا نحطها هنا وادي tool او thick بتاع the screw تمام وادي block ده هتاخد number two ناخدها كده نقول لها dnt number two دي هنا number two خلاص نشوف بقى الخط ورقم ثلاثة هو الراجل عايز من ايه تشوفوا الراجل عايز من ايه بالظبط ثلاثة بيقول لي mark a level line on the wall two meter above the floor يعني mark a level line اهو بيقول لي علم شايف خط كده على ارتفاع 2 متر من الأرض حط هنا كام 2 متر الخط دي تجي هنا تكتب برده كام ها تكتب هنا ثلاثة برده للخط ورقم ثلاثة نقرأ ونقارن بينها وبين الرسم اللي هو أعطوها لي اخد دي رقم ثلاثة اهل رقم ثلاثة بيقول لي mark a level a level line اللي هو المستوى بتاع الخط on the wall على الحيطة 2 متر above the floor يعني 2 متر من الأرض 2 متر من الأرض نجي هنا برضو نكتب هنا كام نجي هنا نكتب 2 يبقى دي 2 متر من الأرض floor يعني الأرض خلاص تعال نشوف بعد كده number 4 drill drill holes يعني اعمل بالمثقاب اهه اثقب اهه اهه اخرام او ثقوب في الحيط 50 mm deep and 8 mm wide يعني في العمك تدي لها 50 mm ها وفي العرض تاخد ايه 8 mm push the plugs into the holes وحط كمان الايه الفيشر داخل الحيطة دي اللي هنديها number 4 دي هنديها number 4 ادي عمل الثقوبة اهو وحيجي يجيب الفيشر يحطه هنا او يحط البلاكز هنا يبقى دي تيجي معانا number 4 خطوة رقم 4 وهنا اللي العمكة هو العمكة اللي ايه depth تمائق نشأت انه غير كده خطوة الرابعة 50 mm فهيجي هنا هكتب 50 وهيجي هنا هقول فلويتس 8 mm اجي هنا اكتب كم اكتب تمانية اكتب تمانية هنا طب الخطوة رقم 5 بيقول screws brackets اه يعني اربط ال brackets اللي هما الزاوية دول تزاول along the line along the line اه هما دول دي الخطوة الخامسة ابتدي ايه ها على ال line اهو بثبت ال brackets ديت وتبقى الخطوة دي لقم 5 خطوة دي لقم 5 خطوة دي لقم 5 تمام نرجع لاخر نقطة بيقول لي place the shelf حط بقى shelf ال rough ده shelf حط on the brackets على الزاوية screw the brackets to the shelf وحطهم على الزاوية now you shelf is ready فين بقى اهو خلاص بعد ما انت حطيت اربط المصامير بقى فين في shelf المصامير التانية بتاعت الزاوية التانية يبقى جزء منها على الحيطة وجزء منها على shelf او ال rough ّ نريد التمرين سعاد نحنذر التمرين مع بعض Russtt نحنذر التمرين مع بعض وليه؟ لان في ترتيب لتب من 1 من 2 من 3 من 4 ثم لتبع الابعاد على حسب كلام الذي ذكر في كل خطوة خطوة 1 فيها نقطة .1 2.2 5.5 بكده خلصنا وشكرا وإلى اللقاء